أهلا بكم أعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر كنا تكلمنا في فيديو قبل كده عن وظائف الغدة الدرقية إزاي تعرف الشخص ده عنده خمول أو عنده كسل وهسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو وتكلمنا في فيديو تاني عن خمول أو كسل الغدة الدرقية بردو هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو وإحنا في الفيديو ده هنتكلم عن نشاط الغدة الدرقية أو الهايبرثيروديزم أو Thyro oticoscosis والفيديو ده موجه للأطباء بشكل خاص لكن لو في ناس من المرضى حابين يزودوا الثقافة بتاعتهم فمفيش مشكلة ان هما يتفرجوا على الفيديو بشرط ان ممنوع طبعا ان هما يبدأوا علاج او يزودوا جرعة او يقللوا جرعة او يعملوا اي حاجة بدون الرجوع للطبيب بتاعهم محدش خالص من المرضى ياخد معلوماته من على النت وعلى اساسها يغير حاجة في علاجه الفيديو ده دسم جدا وفيه معلومات كتير فعشان كده وانت لسه مسح صح اعملي لايك للفيديو قبل ما تنام مني الغده الدرقية موجودة في رقابتنا وبتفرز هرمونات تي ثري و تي فور وبيتحكم في الغده دي غده تانية موجودة في المخ اسمها البتيوتري او الغده النخمية عن طريق هرمون اللي هو التي اس اتش فاحنا بنعتبر ان التي اس اتش ده هي الاوامر اللي جاية من الغده النخمية عشان تشغل الغده الدرقية يعني التي اس اتش مش هو هرمون الغده الدرقية في واحد يلاقي التي اس اتش عالي يقول لي كان الغده عندي ناشطة بالعكس الغده كده تبقى كسلانة وخاملة فالتي اس اتش مش هرمونات الغده الدرقية ده دي الاوامر اللي جاية من فوق بتبقى زيادة في حالة كسل الغده الدرقية وبتبقى قليلة في حالة نشاط الغدة الدراقية لو كانت المشكلة في الغدة الدراقية نفسها فالحالة دي بنقول عليها Primary Hyperthyroidism وفي الحالة دي هتلاقي TSH قليل والT3 والT4 عاليين وهي دي الحالة الأشهر اللي انت هتشوفها كتير أما لو كانت المشكلة في الغدة النخمية أو الhypothalamus هتلاقي أن TSH عالي يعني معناه أن الأوامر اللي جاي من فوق هي اللي عالية هي اللي كتير وشغلت الغدة الدرقية بزيادة ودي بتكون في بعض أورام المخ بعض أورام الغدة النخمية لا داعي للحديث عنها لأن الأشهر اللي انت هتشوفه هو البرائماري هايبرثيروديزم اعرفها كده هتلاقي التي اس اتش قليل قد يكون منعدم وهتلاقي التي سري والتي فور عليهم أعراض نشاط الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية عموما بيزود الميتابوليزم يعني بيزود التمثيل الغذاء في جسمنا لما الغدة تبقى ناشطة والهرمونات زيادة الانسان بيحس بمشاكل كتير زي مثلا العصبية يبقى متعصب على طول القلق بيعرق كتير مش قادر يستحمل الحر الشهية بتاعته زيادة وفي نفس الوقت وزنه بيقل لو سيدة ممكن يبقى معاها قلة في الدورة الشهرية بتاعتها ممكن تحصل حاجة كده في الرجل الجلد بتاع الساق حاجة اسمها درموباثين وممكن في بعض الحالات الشديدة التي لم تعالك تظهر آثار وأعراض على العين زي احتقان العين زي البريربيتال إديمة أو الورم حوالين العين وزي ازدواج الرؤية يشوف الحاجة اتنين وزي جحوز العين أو خروج العين للخارج شوية كمان في بعض الحالات وخصوصا اللي بيبقى فيها كبر في حجم الغدة جويتر ممكن العين يحس بألم في الرقبة وممكن يحس بألم أثناء البلع وعلى فكرة مش معنى أن الغدة نفسها حجمها كبير تبقى ناشطة في بعض الحالات تبقى الغدة كبيرة لكن كسلانة ولا تقوم بإفراز الهرمونات فمش معنى الغدة كبيرة إن هي ناشطة كبر حجم الغدة بنقول عليه جويتر كمان في بعض الحالات الشديدة جدا والتي لم تعالج ممكن يحصل مشاكل في القلب زي مثلا تضخم في عضلة القلب زي فشل في وظيف القلب وطبعا زي الرجفان الأزيني وغيرها وللأسف في علاقة لقوها موجودة بين نشاط الغدة الدرقية وبعد أنواع السرطان اللي ممكن يجي في الغدة الدرقية مش معنى كده إن كل عيان عنده نشاطي هيجيله سرطان لكن في نسبة وليلة لكن موجودة عشان كده اللي عنده نشاط لازم يتابع باستمرار مع الدكتور بتاعه وإنت كدكتور لما العيان اللي عنده نشاطي يجي لك لما تيجي تكشف عليه ممكن تلاقي سرعة في ضربات القلب ممكن تلاقي الجلد بتاعه رطب ودافي ممكن تلاقي الرذمية أو اختلال في ضربات القلب شوية لما تيجي تقسل الضغط ممكن تلاقي السيستوليك عالي والديستوليك قليل حاجة اسمها يعني مثلا تلاقيه 160 على 60 ممكن تلاقي حاجة اسمها لد لاج يعني العيان لما يجي بص التحت الجفن اللي فوق بتاع عينه بيتأخر شوية لحد ما يغطي عينه فتقدر تشوف جزء ابيض فوق حباية عينه لما يبص التحت كمان ممكن تلاقي muscle weakness يعني ضعف في عضلاته ممكن تلاقي hand tremors رعشة ايده ممكن تلاحز ان وزنه بيقل ممكن تلاقي AF أو الرجفان الأزيني وطبعا ممكن تلاقي الجويتر أو كبر حجم الغدة نفسها ممكن لو عملت له knee reflex أو reflexات تلاقي hyper reflexia رد الفعل العصبي بتاعه زيادة ولو كانت الغدة متضخمة وتندر يعني بتوجعه وبتوجع عند لمسها فده بيرجح اكتر ان هي sub acute thyroiditis يعني معناها التهاب مؤقت في الغدة الدرقية بيجي بعد اي viral infection اي عدوة فيروسية وفي الغالب بيخف بعد فترة وبيرجع لطبيعته ان شاء الله اسباب نشاط الغدة الدرقية في البداية لازم تعرف ان الجينات عامل مهم جدا في امراض الغدة الدرقية لقوا ان امراض الغدة الدرقية منتشرة في بعض العائلات ومش منتشرة في العائلات الاخرى نتيجة الجينات وفي بعض المتلازمات المرضية او السندرومز اللي بيكون فيها نشاط في الغدة الدرقية هكسب لك اسميها اللي موجودة دي ومش هنتكلم عنها طبعا هنسيبها للمتخصصين فيها لكن هنبدأ نتكلم على اشهر الاسباب اللي تعمل نشاط في الغدة الدرقية اللي انت هتشوفها كتير والسبب الاول والاشهر على الاطلاق حاجة اسمها grave disease وده مرض مناعي يعني المناعة نفسها اللي فيها مشكلة بتخلي الغدة الدرقية تفرز هرمونات كتير والنوع ده او grave disease هو اللي لو ما تعالجش الفترات طويلة هو اللي بيعمل مشاكل في العين يعني مشاكل للعين مشهورة اكتر مع grave disease وعشان هو مرض مناعي فالناس اللي عندها grave disease ممكن تلاقي معاهم سكر من النوع الاول ممكن تلاقي معاهم mythenia grave disease bernetious anemia وغيرها من الامراض المناعية ممكن تكون موجودة وده في الغالب بتشخصه لما تلاقي اجسام مضادة اللي هي انتي تي بي او انتي بودز عالية في الجسم واحيانا انتي ثيرو جلوبيولين وكمان ثيرويد استوميولاتينج اميونو جلوبيولين او انتي بودز الانتي بودز دي لما تلاقيها عالية بترجح لك ان الحالة grave disease السبب التاني اللي يعمل نشاط في الغدة الدرقية اللي هو توكسيك مالتينوديولار جويتر بيقولوا عليه بلامر disease وده معناه ان الغدة فيها كتل او كلاكيع او نديولز والنيديولز دي هي المسئولة ان هي تفرز هرمونات كتير النوع ده مشهور اكتر في كبار السن خصوصا اللي كان معهم جويتر لفترات طويلة وانت عرفت كلمة جويتر معناها تدخم الغدة الدرقية والنوع ده بيتشخص لما تعمل وظايف الغدة فهتلاقي TSH قليل والT3 وT4 عاليين لكن تيجي تعمله سونار ممكن يبينلك المالتينوديولز الكلاكيع اللي موجودة في الغدة لكن تيجي تعمله حاجة اسمها Radioactive iodine uptake أو Synthography أو تدي له يود مشاع عشان تشوف الغدة بتستهلك أو بتمتص أو بتتعامل ازاي مع اليود ده فده يبينلك نوديولز أو الكلاكيع هي دي اللي بتمتص اليود وهي دي الهايبر اكتف يعني أو بيسموها Hot Nudules النوع الثالث اسمه Toxic Adenoma وده معناه ان الغدة طبعية لكن فيها ورم حميد أدينوما وهي دي اللي بتفرز هرمونات بشكل كبير برضو لما تيجي تعمل Synthography أو تعمله Radioactive iodine uptake تلاقي كتلة واحدة أو نديول واحدة هي دي اللي بتاخد اليود بشكل أكبر وهي دي الأدينوما النوع الرابع وهو الأشهر بعد الجريفز اللي هو Sub Acute Theruditis وده معناه التهاب في الغدة بيجي بعد أي عدوة فيروسية في جسمنا ممكن يحصل وفي الحقيقة هو مش بيبقى نشاط حقيقي في الغدة يعني الغدة الدرقية مش بتنتج هرمونات جديدة لا هي في العادي بتبقى مخزنة كمية من هرموناتها لما يحصل فيها التهاب ففي أول مرحلة بيحصل زي عصر أو سكويزنج للهرمونات دي اللي جواها فالإنسان يبقى عنده زيادة في الهرمونات مع إن الغدة مش بتفرز ده هي عصرة اللي جواها بس لكن في المرحلة التانية من هذا المرض بيحصل كسل أو خمول لأن الكمية اللي خرجت تم استهلاكها وما فيش إنتاج جديد فبيحصل خمول أو كسل في الغدة الدرقية وبعد كده بيحصل شفاء إن شاء الله في الغدة الدرقية ودي لو جينا نعمل لها ريديو أكتف آيودين أبتيك اللي هو اختبار باليود المشاعدة هنلاقيها مش بتنتص يود أصلا هي أصلا كسلانة في الأساس والنوع الخامس زيها بالزبط اللي هو بوست بارتم ثيروديتس اللي هو الالتهاب في الغدة بعد الولادة ده بيجي للسيدات بعد ما تولد في أول سنة بعد الولادة ممكن يحصل نفس الموضوع بالزبط الغدة تلتهب تطلع كميات كبيرة من هرموناتها المخزنة فيها هي مش بتنتج السيدة يبقى عندها نشاط في الغدة بعد كده مفيش هرمونات جديدة بتطلع فيحصل عندها كسل أو خمول في الغدة وبعد كده ترجع لطبعتها وتشفى إن شاء الله دول كانوا أشهر الأسباب اللي بتعمل نشاط في الغدة الدرقية في أسباب تانية هسيب لك أساميها لكن مش هنتكلم عنها طبعا عشان وقت الفيديو لكن في حاجة عايزك تعرفها أو نوع اسمه معناها إن التي اس اتش منخفض لكن لسه نقدر نقيسه يعني مثلا المفروض الطبيعي بتاع التي اس اتش مثلا من نص لخمسة فأنت تلاقي مثلا اتنين من عشرة تلاتة من عشرة واحد من عشرة يعني نقدر نقيسه والتي سري والتي فور تلاقيهم طبيعيين الحالة دي اسمها سب كالينيكال هايبر تيروديزم يعني معناها نشاط بسيط في الغدة الدرقية والعيان اللي تلاقيه كده ممكن تعدله التحاليل بعد فترة لان حالات كتير في الجسم وامرات كتير غير الغدة ممكن تعمل الحالة دي العيانين اللي عندهم سب كالينيكال هايبر تيروديزم تلتهم بيتحول بعد كده لهايبر تيروديزم والتلت التاني بيفضل زي ما هو في هذه الحالة والتلت التالت بيشفى تماما ويرجع لحالته الطبيعية عشان كده المتابعة بتاعته مهمة جدا بالنسبة للفحوصات للعيان اللي عنده نشاط في الغدة الدرقية اول حاجة طبعا هتعمله تي اس اتش هتلاقي التي اس اتش منخفض جدا هتلاقي غير ملحوظ يعني مش مطلع اي رقم وهتلاقي التي اس اتش والفري تي فور عاليين لكن زي ما قلتلك لو حالة سب كالينيكال هايبر تيروديزم اللي هو نشاط بسيط هتلاقي التي اس اتش منخفض لكن تقدر تقيسه والفري تي فور والتوتال تي سري هتلاقيهم في الرنج الطبيعي بتاعهم بعد كده تحليل الاجسام المضادة اللي هو انتي تي بي او انتي بودز وده بتعمله عشان تعرف الحالة اللي معاك هل هي جريفز ولا سبب اخر غير الجريفز ففي حالة الجريفز الانتي تي بي او غالبا بيبقى عالي اما لو كانت الحالة التوكسيك مالتينوديولارجويتر اللي هي الكلاكيع او نوديولز في الغدة او كانت توكسيك ادينوما هتلاقي الانتي تي بي او منخفض او غير مرئي مش هتقدر تقيس ومش هتلاقيه موجود كمان هيدعم تشخيصك شوية لو لقيت الانتي ثايرو جلوبيلين انتي بودز او لقيت الفحص اللي بعد كده اللي هو وده معناه ان احنا بندى للعيان يود مشاع عن طريق كابسولة كده او عن طريق دواء وبعد كده نصور الغدة ونشوفها بتتعامل ازاي مع اليود ففي الصورة اللي قدامك دي دي الحالة الطبيعية بتاخد اليود بالطريقة دي وبالكمية دي اللي بعد كده دي في حالة الجريفز تلاقيها بتاخد اليود بالزيادة عن الطبيعي بس بشكل متناصق الغدة كلها شبه بعضها اما في التوكسك مالتينوديول الجويتر هتلاقي في بقر فيها زيادة شوية في الايودين ابتيك وفي التوكسك ادينومة هتلاقي الغدة كلها طبيعية مع عدة بقرة هي اللي بتاخد الايودين بشكل كبير وزي ما قلتلك لو كانت الحالة سب اكيوت ثايروديتس هتلاقي مفيش ابتيك اصلا الغدة مش بتاخد يود اصلا لان هي في الاساس كاسلانة سواء كانت سب اكيوت ثايروديتس او كانت بوست بارتم ثايروديتس اللي هي بعد الولادة لو جيت اعمل العيان سنتجرافي او الريديو اكتف ايودين ابتيك ده ولقيت في بقرة لكن مش بتاخد يود اصلا بنقول عليها كولد نوديول في الحالة دي لازم نشك في موضوع الاورام ولازم ناخد عينة من هذا النوديول ونحللها طبعا العيان ده ممكن تعمله رسم قلب عشان تشوف لو فيه اريثميا اي اف مثلا رجفان اوزيني او عنده هارت فيلير او اي مشاكل تانية في القلب ولا لا كمان ممكن تعمل للعيان تحاليل عامة بقى زي صور الدم كاملة وظيف كلا وظيف كبد وهكذا للاطمئنان على حالة المريض العامة والاستبعاد اسباب اخرى تكون هي اللي مسببة الاعراض زي الانيميا مثلا طبعا انت نمت وانا عارف ان انت نمت والفيديو طويل بس صح صح معها عشان هنتكلم على العلاج العلاج بتاع نشاط الغده الدراقية بنقسمه جزئين رئيسيين اول حاجة ان انت تريح الاعراض اللي عند العيان وده غالبا بيتم عن طريق الاندرال تلاقي اي واحد عنده نشاط في البداية يدلو اندرال ولو الاندرال فيه مشكلة مع العيان او البيتابلوكرز ممكن يدلو كالسيمتشانل بلوكرز من النوعين اللي هو الفيرباميل او الدلتازم النوع التاني من العلاج هو علاج المشكلة نفسها علاج نشاط الغده الدراقية نفسها وده 3 حاجات مهم يائما هاتحدي العيان بتاعك ادوية انتيثيرويد دراجز يائما هاتديلو يود مشاع يدمر الغده الدراقية يائما تعمله جراحة وتشله الغده الدراقية اللي هي نشطة و تعالا نتكلم عنهم شوي اول حاجة الانتيثيرويد الدراقز اللي هي الادوية مضادة للغدة الدرقية اللي هم مشهورين يا اما ميثي مازول يا اما بروبيل ثايوراسيل مشهورين جدا احنا ممكن نستخدمهم كعلاج على المدى الطويل وممكن نديهم للعيان اللي هيدخل عمليات لفترة مؤقتة عشان نزبط شوية حجم الغدة ووظيف الغدة قبل العملية لو العيان مشي عليهم على المدى الطويل بيحس بتحسن في خلال من اسبوعين لتمن اسابيع طبعا احنا بنبدأ بجرعات عالية شوية وبعد كده كل شهر بنقل للجرعة تدريجيا تابعا لوظيف الغدة وتابعا لحالة العيان في حالة الجريفز ديزيز غالبا هنستمر على العلاق سنة ونص وبعدين نوقف ونشوف العيان حصل له ريميشن يعني الغدة خلاص اتزبطت وبقت تمام ولا هيحصل ريكرانس ونرجع نعيد الموضوع من تاني اما لو الحالة توكسيك مالتينوديولارجويتر او توكسيك ادينوما في الغالب العيان هيستمر عليهم على طول لو احنا اخترنا من الاساس الانتيثيرويد دراجز اول نوع منهم اللي هو الميثامازول او الكربيمازول وده الاشهر وده الاقوى والافضل في معظم الحالات معظم الناس بتاخده وهو المفضل عن البروبايل ثايوراسيل عشان كمان بنقدر نديه مرة واحدة في اليوم لكن في حالات معينة ما ينفعش استخدمه فيها زي مثلا في التلت الاول من الحمل ما تديش كربيمازول او ميثامازول زي مثلا في الحالات الشديدة المهددة للحياة ما ينفعش الميثامازول لانه اقوى بس ابطأ احنا عايزين حاجة اسرع شوية فبيبقى البروبايل ثايوراسيل في الوقت ده هو الافضل لكن بخلاف الحالتين دول الميثامازول او الكربيمازول واخواته هو الافضل الجرعة فيها كلام كتير لكن في الغالب بتبدأ من 20 ل40 ميلي جرام في اليوم ممكن تديهم مرة واحدة او تديهم على مرتين على حسب حالة العيان طبعا وعلى حسب وظائف الغدة وبعد شهر تبدأ تقلل الجرعة وبعد شهر تقلل تاني لحد ما توصل لاقل جرعة ممكنة نقدر نزبط بيها وظائف الغدة الدرقية اما بالنسبة للبروبايل ثايوراسيل فقلتلك مش مفضل غير في الحالتين اللي قلتهم جرعته بتكون من 300 ل450 ميلي جرام في اليوم بس لازم نقسمهم على 3 مرات يوميا دي الجرعة المبدئية لكن المنتنس او اللي هتمشي عليه تقريبا بيكون من 100 ل150 ميلي جرام في اليوم وتخلي بالك لازم تعرف العيان بتاعك بالاعراض الجانبية بتاعة الدوايين دول واللي منها يعني العيان يجي له حساسية منهم يعطيه رش ويورم ودانوتورم وهكذا ممكن يحصل حاجة اسمها يعني نوع من انواع كرات الدم البيضة التقل والعيان يبقى معرض للعدوى بشكل كبير ممكن يحصل أبلاستيك أنيميا ممكن يحصل هباطايتس او التهاب في الكبد وللأسف في بعض الحالات ممكن تبقى جديدة ممكن يحصل بولي أرثرايتس يعني التهاب في مفاصل كتير في جسم العيان وممكن يحصل حاجة اسمها لوباسلايك فاسكولايتس او التهاب في الاوعية الدموية بتاعة العيان لازم تعرف العيان ان الأدوية في منها آثار جانبية ولازم تعرفه إمتى يروح للدكتور لو حس بإيه فمثلا تقوله لو حسيت بارتفاع في درجة الحرارة أو احتقان في الحل اذهب للطبيب بتاعك فورا ممكن تقوله لو حسيت بألم في بطنك خصوصا في الجنب اليمين فوق لو حسيت بسفرار في العين أو سفرار في الجلد لو حسيت بدوخة أي مشاكل تانية برضو يروح للدكتور بتاعك بسرعة وهكذا عرفه الأعراض الجانبية وإمتى يروح للدكتور بتاعه يبقى احنا كده اتكلمنا عن الانتيثيرويد دراجز أو الأدوية المضادة للغدة النوع التاني من العلاج اللي هو ريديو أكتف أيضين أو اليود المشاع أوي 131 وبالمناسبة ده العلاج الأشهر في أمريكا لعلاج نشاط الغدة الدرقية لأنه مزاياه كتير العلاج عبارة عن كابسولة العين بياخدها مرة واحدة وانتهى الموضوع الكابسولة الأمعاء بتمتصها وتمشي في الدم ما بياخدهاش أي جزء في جسم الإنسان غير الغدة الدرقية الغدة الدرقية تمتص اليود ده واليود ده يدمر خلايا الغدة الدرقية وده المطلوب والخلايا بتفرز هرمونات كتير فاحنا عايزين نوقفها مشكلته بس إن بطيء شوية ممكن ياخد من أسابيع لشهور قليلة لحد ما يتم الأكشن بتاعه أو الشغل بتاعه لكن النوع ده من العلاج ممنوع في الأطفال أقل من 10 سنين ممنوع طبعا في الحمل وممنوع في الرضاعة ولو سيدة بتاخده يبقى لازم كمان ما تحملش لمدة 3 شهور جايين كمان ده ممنوع للناس اللي عندها سيفير أفثالموباتي اللي هي عندها أعراض شديدة في العين لأن العلاج باليود المشاع ممكن يزود الأعراض دي بشكل عنيف وطبعا بعد العلاج باليود المشاع العيان غالبا هيدخل في حالة كسل أو هيبوثيروديزم كسل في الغدة الدرقية وده وارد وعلاج كسل الغدة الدرقية يعتبر أسهل انت هتعوض بالهرمونات وخلاص وهتديله الليفوثيروكسين من الخارج وخلاص وأخيرا النوع الثالث في العلاج اللي هو إزالة الغدة الدرقية جراحيا ثيروديكتومي وده في منها أنواع كتير لكن الأفضل اللي هو إن الجراح يشيل الغدة الدرقية كلها أو يسيب جزء بسيط جدا يحاول يطلع هرموناتيا أما في حالة التوكسيك أدينوما لو في بقرة واحدة أو قتلة واحدة هي اللي بتفرز هرمونات كتير فممكن نشيل أجزاء أصغر من الغدة الدرقية ولأن العلاج باليوت والعلاج بالأدوية المضادة للغدة الدرقية بينجح نجاح كبير فالجراحة اختيار مش منتشر دلوقتي وبيكون أكتر في حالات معينة بعينها زي مثلا لو طفل وعنده نشاط شديد جدا في الغدة الدرقية زي واحدة حامل والأدوية مش جايبة معها نتيجة أو مش قادرة تتحمل الأدوية لو عيان معاه يعني معاه تدخم شديد في الغدة الدرقية مأثر على الرقبة وعلى أعضاء تانية في جسمه لو عيان معاه حاجة اسمها لو العيان محتاج أن نزبط له وزايا في الغدة بسرعة زي مثلا لوحدة حامل أو عيان كاردياك عنده مشاكل في القلب عايزين نزبط له الموضوع بسرعة وبرضو بعد الجراحة العيان متوقع أنه يدخل في هايبوثيروديزم أو كسل في الغدة الدرقية عشان كده لازم يتابع مع الدكتور بتاعه وياخد الليفوثيروكسين لو الموضوع ده حصل تحديد أي نوع من الألواع الثلاثة للعلاج يعني هياخد أدوية ولا يود مشاع ولا عملية ده طبعا عن طريق الدكتور مثلا لو هو شاب بالغ ومش سيدة حامل ولا حاجة وما عندهمش أعراض شديدة في العين فالثلاث اختيارات في العلاج متاحين تقدر تستخدم أي واحد ما تنساش لو العيان عنده أعراض في العين فلازم تعرضه على طبيب الرمض يتابع معاه يشوف هل محتاج أطارات هل محتاج نضارات شمسية هل محتاج عمليات معينة كورتيزون وهكذا لو عايز حلقة عن المالتينوديولارجويتر أو الكلاكيع اللي موجودة في الغدة الدرقية أو عايز حلقة عن غيبوبة نشاط الغدة الدرقية أو غيبوبة خمول الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية اكتب لي الكلام ده في التعليقات وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لي لايك للفيديو وشكرا لحضراتكم